اشتركوا في القناة لأشارككم في فرض الفصل الثالث في مادة التربية الإسلامية النموذج الأول نبدأ مع الوضعية الأولى الوضعية الأولى في الوضعية الأولى قال لنا اجتمل حديث جبريل عليه السلام على جميع مراتب الدين لذلك أطلق عليه اسم أم السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من بين بينما نحن جلوس إلى فعجبنا له يسأله ويصدقه رواه مسلم أولا استاثر الحديث النبوي الشريف كتابيا واضبطه بالشكل التام ثانيا عرف بالصحابي راوي الحديث من رواه هذا الحديث وثالثا استخرج من نص هذا الحديث الشريف صفتين من صفات طالب العلم الوضعية الثانية صلة الرحم من الأخلاق الحسنة التي حث عليها الإسلام أو حث الإسلام على ضرورة الالتزام بها أولا ما هو مفهوم صلة الرحم وثانيا ما حكم صلة الرحم وما الدليل عليه ثالثا أذكر ثلاثة مفاسد لقطيعة الرحم على الفرد والمجتمع الوضعية الإدماجية السياق بمناسبة اليوم العالمي للمسنين المصادف للفاتح من أكتوبر من كل سنة شاركت في المجلة المدرسية بموضوع عنوانه لن نتخلى عنكم كبارا بعد أن ربيتمونا صغارا السند قال الله تعالى واخفظ لهما جناح الذلي من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سورة الإسراء الآية رقم 24 التعليم أكتب موضوعا لا يقل عن 12 سطرا تحث فيه زملائك على وجوب بر الوالدين مبينا آثار عقوقهما ننتقل الآن إلى جزء الإجابة الوضعية الأولى أولا استثار الحديث النبوي الشريف كتابيا مع ضبطه بشكل تام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤسي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه رواه مسلم ثانيا التعريف بالصحابي راوي الحديث من هو في بداية الحديث قلنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنها إذن هذا هو الصحابي إذن هو عمر بن الخطاب رضي الله عنها أسلم في السنة السادسة للبعثة جهر بإسلامه فتقوى به المسلمون هو أحد العشر المبشرين بالجنة وثاني الخلفاء الراشدين وهو أول من نقب بأمير المؤمنين وأول من أرخ بالتاريخ الهجري غرف بالحزم والعدل وروي له 539 حديثا واستشهد سنة 23 هجري وأيضا دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا صفتان من صفات طالب العلم أول صفة وهي حسن الهيئة ولبس أحسن الثياب وثاني صفة وهي الجلوس بتواضعين وإحترام الوضعية الثانية أولا تعريف صلة الرحم ماذا نقصد بها هي الإحسان إلى الأقارب بما أمكن من صور الخير ودفع الشر عنهم أعيد هي الإحسان إلى الأقارب بما أمكن من صور الخير ودفع الشر عنهم ثانيا الحكم حكم صلة الرحم هي واجبة وقطيعتها كبيرة من كبائل الذنوب والدليل على ذلك سابقا رايحين مدوا دليل من القرآن أو حديث احنا ذكرنا في زوج الدليل عندنا أولا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء الآية الأولى ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من السنة أو من الحديث لا يدخل الجنة قاطع ورحم متفق عليها ثالثا سوف نذكر ثلاث مفاسد لقطيعة الرحم على الفرد والمجتمع أو أحد سلبيات قطعة الرحم أو قطعة الرحم على الفرد والمجتمع أولا تفكك الروابط العائلية ثانيا انتشار الأحقاد والضغاء والكره ما بين أفراد المجتمع وأفراد العائلة وعدم دخول الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع ورحم الوضعي الإدماجية طاعة الوالدين من أهم ما أمر الله تعالى به لأنهما يضحيان براحتهما ويبذلان كل ما يستطيعان من أجل راحة أبنائهم فالوالدان هما أحق الناس بالرعاية فالأم والأبو هما رمز الوفاء والتضحية والحياة دونهما أشبه بالظلام الدامس ولا يعرف قيمة الوالدين إلا من عاش محروما من أحدهما أو كليهما فماذا يجب علينا فعله لبر الوالدين وما هي آثار عقوقهما إن طاعة الوالدين واجبة ويلزم أن تكون من ضمن أولويات الأبناء فالله تعالى ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أمر بطاعتهما ومعاشرتهما بالمعروف بدافع الحب الفطري الكبير الذي أودعه الله تعالى في قلبيهما فالأم والأبو يقدمان لأبنائهما الخير والمعروف ولا ينتظران أي مقابل ولكن من واجب الأبناء رد المعروف والمحبة والطاعة والوفاء وعدم مقابلته بالجهود والنكرام وقد أمر الله تعالى بطاعة الوالدين والإحسان إليهما في الكثير من آيات القرآن الكريم منها قول الله تعالى وقضى بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وعلى الأبناء الإحسان إلى الوالدين في كبرهم وعندما يبلغ بهم العمر مبلغا يجعلهما غير قادرين على القيام بأمورهم الخاصة طاعة الوالدين باب من أبواب الجنة إذ إن الله تعالى أهد لمن يبر بوالديها جنات عرضها السماوات والأرض لأن رضا الله تعالى من رضا الوالدين ولا يدخل الجنة عاق لوالديه أبدا كما أن بر الوالدين من صفات المؤمنين الذين أدوا حق الله تعالى ورسولها ومن يؤدي حق والديه لابد أن يؤدي حق الله تعالى لأن الله تعالى جعل عقوق الوالدين من الكبائر والذنوب العظيمة التي يجب تجنبها فهنيئا لمن فاز برد الوالدين وقام بطاعتهما وتنفيذ وصيتهما أخيرا نقرأ على مسامعكم مجموعة حكم مرتبة لإدراك قواعد معرفية تحتاجونها في حياتكم اليومية نصيحة للجميع أحب أهلك احترم أهلك قدر أهلك لكن لا تتخذهم كمثلك الأعلى حتى تفهم الجروح العاطفية التي ورثتها منهم كي تستطيع أن تتشافى منها بسرعة تحياتي وسلامي لكم جميعا أتمنى أني كنت عند حسن ظنيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر